الانحياز نحو الأمور العاجلة نحو الأمور السريعة النتائج والآثار السريعة ودائماً أكو انحياز ضد النتائج المتأنية شنق الصبر هذا أنا أسمي الله تبارك وتعالى يقول خلق الإنسان من عجل وآية ثانية وكان الإنسان عجولة ومن أعجب الأمور أن الله تبارك وتعالى يشتكي من آدم هذه آية عجيبة الله يشتكي من آدم ولقد عهدنا إلى آدم شكاية شبيرة يقول إحنا دخلنا في عهد مع آدم وعهد يعني عمل مشترك هذا اتفاق ضمني يقول الله آدم فرط بهذا العهد ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه ولم نجد له عزما عزما يعني ذرة عزم ما شفنا بآدم روحوا راجعوا الآيات كل مفردة في القرآن اسمها عزم روحوا شوفوا الله تبارك وتعالى هو في القرآن يفسرها العزم بالصابر اصبر كما صبر أولو العزم من الرسول ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور لاحظوا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور شوفوا أصلا عجيب عزم يعني صبر هذا معناته فلم نجد له عزما يعني ذرة صبر بهذا آدم ما شفنا هذه مصيبة قارثة الله يشتكي الله يشتكي من نبيه في القرآن الكريم الإنسان ميال للأمور المستعجلة ما عنده هذا الله يقول خلق الإنسان من عجل طينتنا هالشكل هذه كل رواسبنا الفكرية هالشكل